ليوني الميسي في المؤتمر الصعفي ما قبل هذه المواجهة مواجهة الأرجنتين والسعودية قال إن ده كاس العالم الأخير لي ليوني الميسي قال إن ده كاس العالم الأخير لي وده كان متوقع وده كان هو متوقع تعال نشوف تعال نشوف ليوني الميسي قال إيه ونرجع نكمل كلام أشعر بحالة جيدة جدا على المستوى البدني وأعتقد أنني وصلت في لحظة رائعة من الناحية الشخصية والبدنية لا توجد لدي أي مشكلة تدربت بشكل مختلف ولكن لا يوجد أي شيء غير عادي إلا أنه كان مجرد إجراء احترازي اللعب في كاس العالم مميز دائما والأجواء قبل المباراة الأولى تكون مختلفة البطولة في وقت مختلف هذا الموسم مع خوض عدد من مباريات أقل أشعر أنني بحالة جيدة ودخلت في الأجواء لم أفعل أي شيء خاص حتى الآن اهتممت بنفسي كما كنت أفعل دائما في مسيرتي على الأرجح ستكون هذه النسخة من كأس العالم الأخيرة بالنسبة لي والفرصة الأخيرة للحصول على ما نريده جميعا صحات مهمة للأسف يعني خلاص يعني سنة الحياة سنة الحياة ليونيل ميسي أيامه الأخيرة في كرة القدم كريستيانو رونالدو أيامه الأخيرة في كرة القدم ودايما بقول مش أنا بس اللي بقول كل الناس بتقول إحنا الجيل المحظوظ اللي عاش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بس الكل بداية طبعا النهاية طبعا النهاية والنهاية في كرة القدم تقترب بالنسبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للأسف الشديد للأسف الشديد خمس خمس كؤوس عالم لليونيل ميسي فأنت خلاص انت بتتعرف يعني خمس كؤوس عالم لليونيل ميسي يعني عشرين سنة انت عشرين سنة بتتفرج على ليونيل ميسي انت ممتع انت رائع أول بطولة شارك فيها كاس عالم كانت في ألفين وستة هم نتكلم فيه ما يقرر من عشرين سنة طبعا هم نتكلم 17 أو 18 سنة فأنت عايش عايش ده في ناس هو ده عمرهم لما بدوا يشوفوا كرة شافوا ليونيل ميسي اول حاجة شفتها في الكرة ايه شفت رونالو فجأة الاثنين مش موجودين مش موجودين قربوا جدا�yan للأسف الشديد ولما تجي تقعد تفكر اه في أسماق عظيمة في كرة القدم في أسماق عظيمة جدا عالميا في كرة القدم أسماق عديدة 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 بس ليونالو ميسي وكريستان رونالو حالة خاصة مفيش شبههم مفيش الحد اللي قريب منهم حالة خاصة وفريدة جدا في تاريخ كرة القدم عشان كده دايما بقول احنا عمين يتخالي الوقت يمين احسنين الميسي ولا كريستيانو نالو لا اصلا بحبي كريستيانو لا انت تحبي ميسي تخالي على ايه انت اصلا شخص معزوز حتى لو كنت بتحبي ده او ده انت بفرجت على الاثنين انت بفرجت على الاثنين انت مع يعني ربنا دي كتولت العمر ولادك لما يكبروا هتقولهم تخيلوا بقى انا كنت بفرج على كريستيانو ونالو اللي نيل ميسي دول لايف العساطين اللي انتوا بتتكلموا عنهم دول انا كنت بفرج عليهم لايف وبشجعهم حالة عشان كده بقولك انت معزوز زي كده اهلين لما يقولك ايه انت مشفتوش مرادونة بقى انت مشفتوش كرويف بقى كان بيعمل ايه مشفتوش بليه كان بيعمل ايه حالة طيب